اشتركوا في القناة مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يلا مع بعض نعمل رول اللحمة اللي بالبيت سهلة جدا جدا وبسيط وينفع كمان للضايت معي بيت مسلوق ومعي نص كيلو من اللحمة وبصلة كبيرة او بصلتين متوسطين مفهومين ناعم ومعي بقدونس البهارات اقول لكم عنها دلوقتي بعدها دلوقتي قطع البقدونس ناعم جدا اه تمام معا خارطه ناعم قوي قوي طبعا اللي تنفع للضايت انه ما فيش دهون ما فيش زبدة ما فيش زيت ما فيش اي حاجة فهتبقى سعال هنا كده قدت خلص خلصت اه تمام وبدأت افرم البقدونس اطحل يعني صغير جدا خلاص بعدها جدت البقدونس وانزع ليه بالبصل اه واخلطهم مع بعض الاول بيدي طعم حلو جدا لما بتعمل البصل وبقدونس سواء عشب اللحمة او كفتة جربوا الموضوع ده لان انتو تخلطوا البصل والبقدونس مع بعض الاوبة كده نزلوا باللحمة الحركة دي كانت مع المهالي تيتا وطبعا حاطيت هنا فلفل اسود وملح وجسط تيب بس مش هحط اي بوهرات تانية خلاص بدأت هنا اخرطهم كويس كده كده مع بعض وبعد كده هنزل آآ باللحمة خلاص التاكات اللي كانت آآ التاكات ديت كانت قيلل عليها تيتا ربنا دي هستحق يا رب بعد كده هنا جبت ورق زبدة وبدأت افرد عليها اللحمة افردها طبعا بشكل آآ متساوي نخلي بانها متكونش فيه حتة عالية او حتة عطية عشان في السواء اللحمة تبقى مزبوطة وكمان ميجي نقطع رولة تبقى مزبوطة جبت هنا ورق الزبدة وبدأت افرد عليها ورق الزبدة كده بالراحة وحبدأ سويها بصوا سويتها ازاي خيطة كلها قد بعض وبدأت امسح الزيادة من البقدونس والبصل وكده خلاص وبعد كده هنجيب البيت بقى وهبدأ ارصها كده البيت طبعا مسلوق وهبدأ ارص البيت لما انتم شايفين سهلة جدا 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 بسيطة لنهاردة كان بسيط جدا خالص يعني بس وبدأت بقى ايه هابدأ اعملها زي رول كده ودخلها الفرن انا طبعا تمسخنا الفرن مسبقا قبلها بصوا بالراحة بقى كده بورق الزبدة هنعملوا رول واحدة واحدة اهي بس كده وهبدأ بقى ايه احافظ على ان انا اه احاول اخلي رول مظبوط وان هي متقفلة من جوه كويس جدا عشان ساعة التقطيع ما لاقيش فيه فراغات اولاق تحت يعني تحت رول مش مظبوط ولا اي حاجة خلاص بدأت هوا اعملها كده على شكل بمبوني كده اقفلها بعد كده جدت ورق فويل وهبدأ الفها بالورق الفويل اهي وهجيب اسطنية وهدخلها الفرن بس كده هتقعد بالضبط ساعة على الربع يعني اول نص ساعة انطلعها نفك بصوا هنا بعد نص ساعة بصدد طلعتها فكية الورق الزبدة من عليها ويضوبك هتاخد لون تتشمع كده يعني بس هلنحط فيها مية ولا اي حاجة دهوقتي هنعمل مكارونا بطريقة الاصلية بقى للمكارونا بتاكلها من بره بقى المطاعم او اللي هي بتاعة ايطاليا بقى الاصلية بسطلصة معي بصلايا والتوم ومعي طماطم اناعملها بطماطم البورين سهلة جبا جدا وبسيطة واجربوا الصلصة بالطرق هذه للطماطم عادتي طعم حلو جدا جدا المكارونا بدأت هنا اقطع الطماطم اربعة تاربع كده وكمان البصل وكم فصل من التوم خلاص دي طريقة تر المطاعم برا لما تجيب تاكلوا بصالصة كده طعمها مختلف هي دي بقى الطريقة الصح زي ما يقولون مطاعم ايطاليا يلا بعد كده جبت هنا اتصع النار وهنزل ببصل والتوم والطماطم من غير اي حاجة مع ربع كوباية مية وهسيب كل السويل بتاعتها تنزع النار هادي جدا وهفضل اقلب بصوا ما حضرتش اي حاجة اولا بقى لقي الطماطم نزلت المية هزود عليها شوية مية صغيرين عشان البصل والطمع عندي يستجوا بصوا المنظر اهي هفضل بقى كده عينية عليها الغط لما تنزل كل السويل بتاعتها خلاص بصوا الغط لما استواك بصوا كل استوا معي تبرد وهضربها في الخلاط يلا بينا شوف هنعمل اكتاكت تانية يلا بينا بعد كده كبت هنا شوية الزيته عليهم يعني معلقات بصلة كبيرة كده بصل مفروم ومعلقة معلقة صغيرة من الطم وهبدأ اقلب حابة تشيل البصل وتعمل طم بس مفيش مشكلة بصل بس من غير طم برضو ده اختياري مفيش مشكلة وبدأ تقلب كده اول ما شم ريحة الطم بقى هبدأ انزل بالطمود جربوها كانت بصراحة كانت طعمها روعة وبعد كده هنزل معلقة من الصلصة وبعد كده هنزل ملح وفلفل بس مش هكتر اي بوهرات تانية ورشة من السكر تعايد الحمو والصلصة بس كده مش هعمل اي حاجة تانية طبعا سلقت الماكرونة اللي زبكتي بشوية زيت وملح طبعا زي اي حد بيعملها بس يا جماعة الماكرونة مش بتتشطف في ناس كتير بتشطف الماكرونة يا جماعة هي عجين نشطفها ازاي الماكرونة مش بتتشطف خلاص ودقت هنا اقلب الصلصة خلي بالكو انا هنا غطيتها عشان ساعة التسبيكة بتعمل دوشة جامدة قوي بعد كده هنزل قت الماكرونة وحطيتها طبعا هنا ساقينا تطلع معاك المزبوطة اسلقيها مش سوى كاميرو يعني تلت السلقة كده وبدأت بقى هنا اوطي عليها النار تتشرب كده وتبقى كويس هنا بعد الطبقة امتعي ما خلص وخلاص خلصت اه طبعا الماكرونة اللي لو لقيتها الصلصة طاعتكوا آآ الصلصة جمدت هنحط شوية من ميت للسليق للصلصة بس كده وكده انا خلصت ما تنسوش بالاشتراك واللايك واشوفكم على خير اجمل وتابعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة